في أسواق مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين السلع الغذائية متوفرة إلى حد مقبول لكنها باهضة ثمن هكذا هو حال الأسواق في المدينة بحسب ما يرويه السكان فبدل أن تقفض أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان يفاجأ الناس في تكريت بأسعار أعلى من المتعارف عليه لتتحول الأجواء في هذا الشهر إلى هم يؤرق الأهالي الذين طالبوا التجارة بعدم رفع الأسعار وتحميل السكان فوق طاقتهم الشرائية أحد التجار برر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية إلى صعوبة التنقل وعدم انسيابية دخول البضائع إلى المحافظة بجانب ارتفاع تكلفة نقل البضائع سبب ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك عادي يرمي على عاتق التاجر بس لو نرجع على الفكرة الأصلية هي تتحمل كثير أمور عليها اللي هي الأجرة النقل سبب السيطرات ازدحام السيطرات الوقوف فترات طويلة بالمنفذ مال القمرق أو السيطرات الموجودة على الطريق بين المحافظات أما رئيس المجلس البلدي في تكريت عارف حمدان فقال أن الممارسات الحكومية هي السبب الرئيس في تأثر كل من المواطن والتاجر بارتفاع أسعار المواد الغذائية الحكومة تتحمل بسبب كثرة المواقع القمرقية الحدودية وداخل أيضا العراق يوجد مواقع تاخذ قمرق من التاجر هذا سيتحمل المواطن بزيادة الأسعار وأيضا هناك سيطرات وهمية تجبر أصحاب الشاحنات بدفع مبالغ والتجار بدفع مبالغ تضاف على أسعار المواد سواء خضروات ومواد غذائية دين المسهة أنك يضطر التاجر بزيادة أسعار رضافية على المواد حتى يحصل على هامش الربح ويبدو أن الإجراءات الحكومية هي السبب الأول والأبرز في تضرر سكان تكريت الذين تحول فرحهم باستقبال رمضان إلى هم قد يلازمهم طوال الشهر الفضيل